السلام عليكم موضوع التلتمائة ألف؟ لا ما تشغلوش بالكم ده موضوع مش مهم عموما معروف ان المشتركين الكتير بيفسدوا أخلاق اليوتيوبرز وانكم قلبكم علي لحسان عيار يفلت يعني او حاجة فعلى مهلكم يعني نوصل التلتمائة ألف الشهر ده الشهر الجاي الشهر اللي بعده ما نوصلش خالص مش مهم يعني على مهلكم جدا على مهلكم خالص أحداث فيلم The Girl in the Spider's Web بتحكي فصل جديد في مغامرات الهاكر العالمية لزبت سيلاندر بعد ما بتستكمل مهمة لاستعادة برنامج كمبيوتر حساس جدا وخطير جدا لصانعه بتلاقي نفسها تحت الهجوم وده بيكلفها البرنامج وثقة العميل بتاعها فبتنطلق في مهمة خطيرة لاستعادة البرنامج بمساعدة صادقها الصحفي المشهور ميكايل بلونغفست ولكن المهمة دي بتاخدها لجانب مظلم من ماضيها كانت بتحاول تنساه فيا ترى ايه اللي حيحصل الفيلم ده هو الجزء التاني لفيلم The Girl with the Dragon Tattoo اللي اتعرض سنة 2011 رغم انه مبني على احداث الرواية الرابعة في الميلينيوم سيريز وكمان مرة قصة سلسلة الميلينيوم والافلام دي مربطة مع بعضها ازاي شرحتها بالتفاصيل في حلقة التريل الرياكشن هحط لكم لينك ليها هنا فياريت حضراتكم تفتكروا وتتفرجوا عليها المهم بالنسبة لنا دلوقتي ان الروايتين التانية والتالتة ما نجحوش في اثارة اهتمام الستوديوهات الامريكية عشان يعملوهم افلام بينما الرواية الرابعة نجحت في ده والسؤال اللي معرفت شاشيله من دماغي وانا بتفرج على الفيلم هو ليه ايه اللي موجود في الرواية الرابعة ما كانش موجود في التانية والتالتة او بمعنى ادق لو دي الرواية اللي اثارت اهتمامهم يبقى الروايتين التانية والتالتة دول كانوا وحشين لاي درجة اه يا جماعة انا ما عجبنيش الفيلم ده وحسيت بملل كبير جدا في اغلب فتراته والجانب السينمائي مسئوليته عن الاحباط ده مش كبيرة قوي يعني انا عجبتني طريقة اخراج الفيلم وعجبتني الطريقة اللي متصور بيها وعجبتني الطريقة اللي متمنتش بيها يمكن يكون عندي شوية مشاكل مع الاداءات التمثيلية الموسيقى والمؤثرات الصوتية كرهتهم جدا المؤثرات الصوتية في الفيلم ده يا جماعة عاملة زي الحاجات اللي كنا بنركبها على البرزنتيشنز بتاعتنا في مشاريع التخرج بس كل ده كان ممكن التجاوز عنه لو كانت القصة حلوة ولكن القصة وحشة جدا ومتوقعة جدا اغلب فصول القصة دي عبارة عن اوالب شفناها قبل كده في افلام كتير الخطر الكبير اداة بتجعل كل الاسلحة النووية اللي في الدنيا تحت سيطرة شخص واحد الشرير بتاعنا سايكوباتي بعلاقة مع بطلنا الفيلم ده كان من الوقاحة انه حرقها بالكامل في التيزر حتى مش في التريلر الحلفاء بتاعنا مجموعة من الشخصيات الكارتونية بما فيهم ميكايل بلونغفست اللي الحقيقة ما كانش المفروض يبقى في الفيلم ده محركات القصة مجموعة من تقنيات الهاكينج الغمضة اللي ما كانها الطبيعي هو افلام التمانينات والتسعينات بعض المكائد اللي لزبت عملة تصممهم وتنفذهم رغم انهم مش مقنعين على الاطلاق والكثير والكثير من الصدف والصدف دي هي اللي الفيلم معتمد عليها عشان يقدم لنا اكبر التطورات وعشان يقدم تحولات في منتهى الحدة فيدي الفراز في مقعد المخرج حاول يعمل حاجات كتير عشان يساعد القصة بعض الافكار الاصلية فعلا في التنفيذ حاول يطبقها عشان يبلعنا الافكار الغير اصلية في الكتابة واقدم على مخاطرة كبيرة جدا بمحاولة نقل الفيلم من عالم النيون وار بتاع ديفيد فنشر لعالم الاكشن والذكاء المخابراتي بتاع جيمس بوند الفيلم ده عليه بصمات جيمس بوند من اول تتر البداية لغاية تتر النهاية وللمفاجأة ده مدايقنيش لاني اصلا ما كنتش معجب قوي باجواء النيون وار بتاعت الفيلم الاول الفيلم ده كمان عنده ميزة ان تقييمه الرقابي ار يعني عنده مساحة كبيرة من الحرية في المحتوى العنيف والمزعج ولكن كل ده للأسف منجحش في انه يحول القصة دي لفيلم حلو خصوصا زي ما قلت اني عندي مشاكل مع الاداءات التمثيلية انا كنت عبرت عن اندهاشي من اختيار كلير فوي لشخصية لسبت سالاندر من اول التريلر رياكشن والفيلم نفسه اكد لي ان اندهاشي كان في محله ان اندهاشي عطر جديد من الغابات الهندية لان دي مش لسبت سالاندر دي شخصية وديعة بيتوتية طيبة لابسة ماسك الهالوين بتاع لسبت سالاندر مافيهاش القدر المطلوب من التحدي مافيهاش القدر المطلوب من القوة الشق العبقري في اداء روني مارا للشخصية في الفيلم الاول كانت لمحات العواطف والمشاعر اللي كانت بتصربها لنا من خلال وش اللا مشاعر اللي كانت لابساها طول الفيلم بتصربها لنا عطر جديد من الصحراء السربية بس في الفيلم ده دي تقريبا ام سفيرر جودنسون ممكن تنسو وجوده في الفيلم من اصله حقيقي انا معرفش هو موجود في الفيلم ده ليه الاداءات الجيدة فعلا موجودة عند ستيفن ميرشنت وسيلفيا هوكس ولكن للأسف زمانهم على الشاشة مش كافي The Girl in the Spider's Web فيلم ممل ومحمل بالافكار المعلبة وبالصدف الغير مقنعة المجهود المبدول في اخراجه يدوب بيخليه فيلم صالح للمشاهدة ولكن مفيش اي حاجة تانية بتساعده واختيارات الممثلين واداءهم زادت الطينة بلا وده حتى من غير المقارنة مع الفيلم الاول الطينة بلا عطر من متر وعين شمس تقييمي لفيلم The Girl in the Spider's Web هو 4.5 من 10 والحقيقة لو أداء The Girl with the Dragon Tattoo ما كانش مقنع كفاية عشان يتعمله جزء تاني بعد ومباشرة فأداء الفيلم ده المفروض يخلي سوني تاخد لها بتاع 5 سنين تأمل مثلا قبل ما تفكر تعمل أي فيلم تاني مناقشة الحلقة للناس اللي شافوا The Girl with the Dragon Tattoo لو كانت قال لكم وقتها إن روني مارا مش رجعة علشان تعمل الجزء التاني مين الممثلة اللي كنتوا ترشحوها للدور بدلها ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي